السلام عليكم اهلا من جديد طبعا احنا عملنا غلط بسيط وهو دخلنا للدفولت ومسحنا كل هذا تمام فهو غلط ما لازم نمسح هذا لازم نمسح الانديكس اه فهنا هم غلط هنا راح نروح الانديكس لازم نمسح هذا احنا غلط مسحنا الديفولت فصارت مشكلة فالمهم احنا عملنا غلط مو مشكلة المهم نحلت راح نبسح هذا ورح نجي قوسين قوسين equal hello world equal to equal to تمام واحد اتنين تمام هلو ورد راح نشوف فقط كلمة هلو ورد مو مثل زمانة عن كانوا اشياء كثير احنا اعرفنا انو هذا الهلو ورد بمثابة الاكو اه هلو ورد في البي اتش بي تعاها اول شي تم احنا اشلون نخليه في داخل اه اش تي ام ايل راح نكتب اش تي ام ايل مثلا هيد 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 تايتل ورح نكتب مثلا فيرست ويب ورح نكتب هنا بودي اتش وان اتش وان اتش وان ورح نخلي هذا داخل الاش نعمل save نعمل refresh راح نشوف هذا هو اصعر كبير طبعا اللي اعرفنا انو اهنا نقدر نستقدم الفايثون داخل الجيم ال هذا اوشي طب اشلون نستقدم ال variables او اه اين تمام نقدر نشح اه ال variables اوشي شو يعني عم بعدني جديد مثلكم يعني بالسالفه فبعض مرات يعني اروح بها فاذا ممكن اصوي غلط الدرس القادم راح الصلاح غلطي فاني افهمت يعني حتى هسا فاهم انو في ال retort اذا تكتب مثلا نقول text equal خوزين تكتب ال variable مثلا فا هام اه اا ام text تمام او راح اه نحافظه هنا لو نحظع الي ال aimed بدل ما نكتب هلو وورد نكتب text عفوا بدون خرص نحفظ رأو جي ايها ب تيكس حتى استفهمت هذا الشيء كأنه الفاريبلز what's up here هو في الكتاب اللي حاليا اقرأه مذكور انه تقدر تعمل الفاريبلز خاص فانا حاليا ما مشكلة فالمهم كفكرة, نبدي واحد واحد انا ايضا مثلكم جديد بالسالف يعني لا تقولون انهم ما يعرفوا ويجيبها نعمل فارب الثاني ايشي خلي نجرب انت جارة اي ما نجرب مثلا نقول لم equal one نعمل save نقول هنا نفس الفكرة equal نعم نجينا نسيف نشوف شي صير وان ليش هذا وان صار هنا لان احنا غلط سواء هنا لازم نكتب هنا يلا سيفنا نعم فان نزل الوانين سوف نستخدم css نشوشي style body نعم… نعم سوف نعم 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 تمام سيسي سيظن نقدر نستخدمه اه خلي نجرب الجاواسكريبت نقوم بتستخدمه اول مرة نستخدمه على اسكريبت نقوم بتستخدمه على اسكريبت نعمل سيف و نجرب كمان الجاواسكريبت يستغلق فحلو يعني نستخدم ثلاث لغات وبدل البي اتبين استخدم البايثون اه هذا كان درسنا اليوم ان شاء الله راح نتقدم دروس اخرى بس هو الموضوع شوية جديد انا ايضا مثلكم افتا فالكتاب اللي انا حاليا ندرسه هو ويب تو باي تدخل للموقع اهنا مذكور تات كتاب انت تقدر تشوفي كتاب انا اقرأ هذا الكتاب هذا الكتاب مو مجاني هذا الكتاب مجاني تمام كان معكم شاه راشم اه اتمنى انكم اه يعجبكم المقلل شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة